وصفة النهاردة طريقة عمل قطعة التيك الرومي سواء من الفهد او من السادر اي قطعة هنعملها مع بعض بطريقة جميلة هتبقى عندك شربة وهي هتبقى ما شوية في نفس الوقت يلا انتبع الطريقة انا هنا عملت له محلول عبارة عن معلقتين دقيق كبار ومعلقة ملح كبيرة وعصير لامونة ومعلقة خل بنقاحهم فيهم شوية وبخسلهم مرة واثنين وثلاثة اهم حاجة في الحاجة دي تمام وبعد كده بصفيهم كويس وبحط عليهم فلفل اصمر اه احنا هنعمل هنا طريقة اللي ما يطلعش معيك اه زفر او ليه طعم كده مش مستحب اه وكمان هيطلع معاك شربة حلوة جدا اه هنا انا هجيب الحل بتاعتي هنزل بما هلاقي ثمنة بلدي وهيكون معايا توم اه اربع خمس فصوص توم ومعايا بصلتين ومعايا طمطمتين تمام اه الطريقة دي لطريقة اه اه الناس اللي عايزة اه تعمل الجيك الرومي بشربة وهنعملها برضو بخلطة بعد الشربة جميلة جدا 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 وهتنبهر بيها اه هنا نزلت بالاربع خمس فصوص توم اه سليم يا دوبك عطيته تكثيرة كده بالسكينة مش متقطع وبجيله تشويحة في قلب معلقة الثمنة التكات جيت لازم تتبعيها وهتفرق معاك جدا جدا في الطعم بجيها تقليبة يا دوبك تجيني اللون الدهب الفتح هنزل هنا بحبيتين حبهين وهنزل بالبصل وهتجيله تشويحة تشويحة فقط اطلع الريحة بتاعته وهنزل بالطماطن الطريقة دي هتخليك تغدي تفت مميز شربة مميزة طعم نفوش اي زفارة اخليهم كده حوالي بالضبط دقيقة اشوحهم فقط طبعا معيهم الحبهين زي ما قلتلكو انا منزليه نزيلة سعيدة اروحي بجيليسة خلوة جدا سلوح الفتح التمى على التوابل وانا ما بحبش توابل كتير انتم ممكن باخدش فتح مستيكة معيهم وورقة لورة وطبعا هيخط مالح وصلت الاسمر بسنش دلوقع تمام كده اخد التشويحة هاها خوافت عكدا هنزل بالقطع ريوني. بتكون طبعا مسخنة ماء في الشكل بدرجة الغليل. عشان تنزل عليهم الماء والسخنة. الماء المغلية. طبعا دي رقبة. وفي كتب. وفي كتب. كمام? يعني اه مش منطقة معينة في دوني. اي منطقة مش هتقلت لك. الطرقة ديت هتبقى جميلة جدا. تجرى هو. هنزل عليهم الكلف الاسمر. بسيبهم على نارة عالية كتا يتشوحوا. بيه يتشوح لحد ما يشفى بالماء بتاعتي. ونمدل الماء دي. بخليه يفضل يتشوح لحد ما يبقاش في ماء تصوح لحد ما يبقى. تبقى جميلة نارة كتابة. تبقى الكبيرة نارة كتابة. تبقى مثل البصولية. تبقى كبيرة نارة كبير. وشي فلاي الخمر الدي. ايه. طبعا ياخد نون. عشان كدا نقدر عليه بالبطر التانية. البطر كل ما بيشان تشيل في الشرجة. كل ما بيبقى فيها. انهر عليه بالماء المغنية. اضع الملح الا في الايخ بخلص زي و زي اللحمة. اسيبوا بقى كدا يستوي. وده كدا بعد ما جربت وستوها هافضل حوالي نقصصها على النور. وطبعا ده حسب نوعية اللحمة اللي انت جايبها. لحمة تديك الرومي يعني. انا هنا نشلته وحطيته في البايريكس. انا هعمل بقى التدبيلة المميزة اللي هتديكي طعم المشوي. هنعمله مشوي. اه. كدا جبت حتة معلقة كبيرة. ثامنة بلدي. نزلت عليها بفلفل اصمر. وفص التوم معلقة صلصة. ولو حبه جزء بسيط جدا من مكعب ملقة الدجاج. دهنت بيها كله كل الجسم من بره ومن جوه. ودخلته تحت الشوية. اه. التوم مع الصلصة. مع التوابل. اه. عطاوله طعم مشوي تحفة. اه. اتمنى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم. اه. للناس المبتدئين. اللي حابين اه. يعملوا اه. الرومي بشكل اه التقليدي. انا هنا كنت عاملة معا محشي وبنبار. وبتنجان. اه. اتمنى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم. والى اللقاء في وصفة جديدة اخرى. شكرا.